خلينا قبل ما نخش في ملفاتنا النهاردة الحقيقة عايزة تكلم على قضية يمكن أثيرة فيه يمكن إمبارح في مباراة ريال مادريد وأتليتيكو مادريد خاصة بالعنصرية يمكن الحقيقة كلمة العنصرية كتير جداً واسنين طويلة جداً جداً الفيفا لتحاد الدولة الكورت القدم كان بيحارب هذه الظاهرة الصعبة جداً وخاصة في أوروبا يعني أنا أفتكر لما كنت بلعب في أوروبا وخاصة في السنوات الأولى من احترافي يعني أنا وجهت هذه المشكلة بعد الطرق يعني بعض الهتفات في المدرگات حتى وانت ماشي في الشارع بعض الناس ممكن تقول كلمة أو 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 فظاهرة العنصرية الحقيقة ظاهرة صعبة جداً وظاهرة يعني السنين طويلة الفيفا مش قادر حتى يحط حدود لهذه الظاهرة السيئة جداً جداً وزي ما بقول لحضراتكم كمان عشرة لعيبة كتيرة جداً يمكن كانوا بلعبوا في الدولة الألمانية لعيبة أفرق على مستوى عالي جداً رغم تعلقهم ورغم يعني إثبات أن اللاعب الأفريقي لاعب مميز جداً ولكن كان عندنا مشكلة العنصرية زي ما بقول لحضراتكم العنصرية موجودة في قرة الخدم خاصة في الملاعب الأوروبية رغم التحديات الكتيرة جداً ويمكن الأسليب الكتيرة اللي يمكن الفيفا بتقدمها للأندية أو بتقدمها كعقوبات للأندية أو للجماهير ولكن للأسف ما زالت هذه القضية مطارة في الدوريات الأوروبية بشدة بتكلم ليه كده علشان يمكن اللي بيتعرض له النجم البرازيني الموهوب فينيسيوس بعد طبعاً ماتشم مع أتليتيكو مادريد والجماهير جماهير أتليتيكو مادريد يعني كانت بتردد بعض الهتفات ضده وبتوصفه بالقرد على حد وصفهم وطبعاً إزاي ما بقول لحضراتكم الكلام ده مرفوض تماماً تماماً في ملاعب كرة القدم الحقيقة ويمكن أغلب النجوم في الكرة العالمية وعبروا عن تضامن كامل مع فينيسيوس ورفضهم أداء طبعاً جماهير أتليتيكو مادريد في الديربي المادريدي كمان الاتحاد الأسباني قال أنه هيفرد عقوبات كبيرة جداً جداً على جماهير أتليتيكو مادريد بعد ما طبعاً أطلقوا عبارات العنصرية ضد فينيسيوس في هذه المباراة وكمان رودريجو طبعاً رودريجو اللعب البرازيلي رأس مع فينيسيوس بعد تسجيل الهدف الأول للريال وكتب حتى فيني عب حسابه على تويتر بعد المباراة صورة مع رودريجو وقال أرقز كما تشاء زي ما بقول لحضراتكم نفس الأمر البرازيلي جيسيوس طبعاً ده لاعب البرازيلي في صفوف الأرسنال كمان بعد ما سجل هدف جميل في مرمى برينفورد فيه طبعاً عمل رسالة تضامن واضحة جداً مع طبعاً زميله وزميله طبعاً على مستوى المنتخب البرازيلي وزي ما بقول لحضراتكم اللعيبة بتعاني ما زالت اللعيبة على مستوى أوروبا يمكن اللي خارج أوروبا إذا كان برازيليا أو حتى أفريقيا ما زال يعانوا من عملية العنصرية وطبعاً عملية مرفوضة تماماً إحنا بنتكلم كرة القدم هي رسالة تقارب للشعوب أكتر منها حتى تكون رياضة وعلى مدار زي ما بقول لحضراتكم السنين اللي فاتت يمكن أنا عشرة دوت وحتى بعض اللعيبة المصرية اللي احترفوا في أوروبا وجهتهم زي المشكلة نتمنى إن شاء الله إن العقوبة تكون كبيرة على جماهير أتليتكو مدريد لأن لازم يكون فيه عقاب كبير جداً جداً لازم يكون فيه وقفة حاسمة من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم كمان على مستوى المدربين لازم يكون فيه توعية كاملة اللي جماهيرهم فيعني نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن هذه الظاهرة يعني خاصة في الدوريات الأوروبية ما تكونش موجودة خلال السنين القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر